اشتركوا في القناة الذي عكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل هذه المسئولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية وأشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي عكست الحرص الذي يؤتليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومسعيهم المباركة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تسخير كافة الإمكانيات وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بحجاج بيت الله الحرام منوها نؤسمه بأعمال التوسع المستمرة التي يشهدها الحرم المكيو الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة بكل المرافق والمشاعر المقدسة والتي تعود بالنفع على الحجاج وتيسير أداء مناسكهم داعيا نؤسمه المولى القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام أعمالهم وطاعتهم وأن يمنى عليهم بالأجر والمغفرة وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والبركات كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيتي تهنئة ممثلتين إلى أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أخي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر